بسم الله الرحمن الرحيم من ضمن الحاجات اللي ممكن تتيجي في اختبار التوكيد هي من الحيلة الظريفة ان هو مسلا يقول لك ايه اا دوس برينت تمام طبعا انت بشتبع انت باسم جرد هتتعدل في خصاص لحنا مشوف حاجة ممكن يقول لك اختار بريفيس بلوت فتتزبط الاعدادت اوتوماتيك او هو يقول لك مسلا ايه واتو بلوت اكستينت يقول لك هو يقول لك تخلي الاعدادت ايه تمام وتقول له بريفيو هتلاقي كلمة غريبة ظهرت غير اللي كتفلاه خالص تمام يقول لك اكتب الكلمة دي فانت تروح كاتبها في اللي امتحان تبقى كده خلاص نجحت الحيلة ايه الحيلة ان هو لو جيت تبصي هنا وعملت زوم هتلاقي ان في كلمة كبيرة فانت لما عملت اا اشوف كل الحاجة في اللوحة ظهرت الكلمة اللي مستخبية دي طيب من الحية اللي ممكن نعملها ايه او يعني مدا من الاسئلة اللي ممكن تحتاج تفكير قبل يعني او عموما لو مشيت على الخطوات هتوصل لنفس اللي هتجري حشفناها دي تمام ممكن يقول لك مسلا ارسم ارك في المكان الفلاني المكان دوت زي ما احنا قلنا هتجي هنا فيو نامت وتروح مختار هنا او يقول لك مسلا نروح على الاكس كزا والاكس كزا او القودة اللي اسمها كزا او او مسلا يقول لك اختار اقصى الشمال يعني في نقطة معحددة هو بيحددها لك يقول لك مسلا نعمل ايه ارسم ارك تمام ويكون المأس بتاعه مسلا كزا يديك مأس تمام وبعد كده يقول لك مسلا شوف الخط ده ادي ايه فتدوس كنترول وان وتبدأ تشوف هنا ممكن يسألك مسلا عن الاريا يسألك على الارك لانس فتكتب له المأس دوت تمام ممكن يقول لك ايه 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 يديك خطين مسلا زي كده لاين ولاين تاني ولاين تالت تمام ويقول لك اربط لي ارسم خط من النقطة دي وبعد كده ادمج خطوط مع بعض وبعد كده اشوف طولهم كلهم على بعض كم فهاجي اقول له لاين وابدأ ارسم هنا تمام بعد كده عايز ادمج بها تالتة مع بعض هقول له بي ايدت واحدد الخط دوت بيقول لي ده لاين تحول بو اللاين اقول له اه فيقول لي طبعا عايز تعمل ايه تاني اقول له جوين وراح مختار ده كده بقى خط واحد فتقدر تشوف الطول وقديه اللينس بتاعه وقديه ده من ضمن الحاجات ممكن يقول لي اكتب تيكست تمام يقول لي اكتب تيكست من الانوتية تدور على تيكست او اكتب تيكست على طول تيكست ممكن ممكن سنجل لاين او ملتيبل لاين وتبدأ تكتب تيكست بتاعك حسب الخصائص اللي هو اديه لك تمام وهكذا يقول لك التكست ده غير الستيل بتاعه فهتيجي هنا وتقول له الستيل دوت هيقول لك مثلا خليه الستاندرد فتروح مغيره الستاندرد يقول لك اسل المسافة مثلا من اول تيكست دوت للاكس فلان او للحطة الفلانية فتقيس المسافة وتشوف قديه تمام تغيير الستيل بيخليه اكبر او يخليه اصغر زي ما هو زي ما هو في الشغل يعني تمام ممكن تزوز كده وتدخل وتقول له مثلا انا عايز اغيرها اذا تغير خصائص زي ما انت عايز ده ده مثال الحاجات اللي ممكن تغيرها او ممكن برضه يقول لي اي تاني يجي مسلا على على الخط زي دوت ويقول لك طب اعملو استيند مسلا لحد هنا تمام فتستخدم امر استيند مسلا او تعملها مانوال وتشوف المسافة قديه او يقول لك اعمل تريم الخط دوت لحد الحطة ديت فتعمل تريم تريم وتحدد الخط وتروح اعملو تريم تمام